ده تستبعده وبعدين تبدأ ترجعه حتى كمان تدريجياً واحدة واحدة يعني بداية من البنش لغاية ما ياخد عشر دايق في نصف ساعة لغاية ما يرجع تاني نجم المبارا كيانه بيبدأ من جديد فترة هو يكون نجم الفريق لكن هي دي يعني حالة درسناها واشتغلناها وشفناها مين اكتر مدارب بيعجبك في الكرة المصرية حالياً كابتن حسام مصريين يعني مصريين وهسألك عن اللي برة كمان برضو بس الاول اتكلم عن المصريين يعجبني مصريين علي ماهر وحسام حسن ايه اللي بيعجبها في كابتن علي ماهر علي ماهر انا رحت زورته وهو مسك الناد المصري مرتين زيارة مع زملاء الكدامى واتفررين على التدريب ما بداية اتفرج على الماتش بلاقي اللي بيحصل في التدريب هو اللي بيحصل في المباراة فده علي ماهر شاطر حتى مع فيوتشر دلوقتي بيبن قوي ان ده شغل مدرب اللي في الملعب الجمل اللي بين اللعيبة فيه عجب تحصل في المباراة فيه سيناريو معين بيمشي بيه فيه سيناريو في الشوط التاني بيحصل فيه حاجة معينة فعلي ماهر من المدربين الوعادين الشطار يعني والكابتن حسام حسن حسام حسن اسم كبير وتاريخ كبير وكويمة كبيرة في الكرة المصرية زي ما هو عمل تاريخ في اللعب عمل تاريخ كمدرب كويس جدا مدرب احترم نفسه بنا نفسه من البداية وبدأها من الناد المصري مع الحاجة سيد متولي 2007-2008 حسام حسن فيه ميزة انا بقول شفتها زمان وانا بالعب في بوشكش احنا كلعيبة كنا بنستمد قوتنا من المدرب من بوشكش من اسمه بوشكش وحسام حسن في الفترات اللي ميزة في الناد المصري كان اللعيبة اللي هما اصبحوا من نجوم كانوا انصاف ولا مش نجوم خالص ومجاين من الدرجة التانية احمق جمعة والمجموعة دي اللي كانت مع حسام حسن بقوا نجوم باستمدوا قوتهم من اسم حسام حسن حسام حسن كيمة حسام حسن كمان سنة عن سنة نضج وبقى عنده فكر كويس وبقى عنده مدرسة لنفسه هو حسام حسن عنده حتة التحمل علت النرفازة قلت فده الشيء كلها جميلة بالمناسبة يعني انت كنت هتقول بس انا بالمناسبة عايز اقول انا ابن الناد المصري ومترب في الناد المصري وبعش اقتراب الناد المصري وجماهير الناد المصري واي حد يخدم الناد المصري انا ارفعلكم بقى وحييه لكن انا مفيش مانا لما يكون في حاجة معينة انا شايفها وبسأل فيها انك تبقى بتنقض او بتحلل يعني يعني مش هسميها نقد قد ما انا بسميها ان انا نفسي بقى فيه كذا يعني ده يسمون نقد بناء بالضبط كده مثلا لما اقول مثلا على سبيل المثال انا حسن علي ما يبدأش ليه ما يلعبش ليه انا حابب ان انا شايف حسن علي يعني من اللعبة الكويسة في الناد المصري دي ما تزعلش حد دي ما تزعلش حد وانا ما اقصدش بيها ان انا هاجم حد لان انا مش ههاجم حد لان انا مش طمعان في حاجة انا مليش طمع في شيء معين بالعكس انا مساند انا السنة اللي فاتت رحت مع زميلي القدامى الاسكندرية مشوار كبير جدا علينا احنا رحنا عشان نقاذر ونساند حسن حسن هو كابتن مراهيم بيقول انه لما رجع حس ان المصري مختلف عن المصري اللي هو تعود عليه هو كابتن حسن وبيصف ان هناك بعض النفوس الصعبة هل بترى ده؟ انا انا يمكن قبل من انت تسألني انا جاوبت الاجابة بتاعتي تعليق على السؤال ده هي ترد على هذا السؤال انه مش اي حد بينتقد معناه انه هو بالزبط كده عنده مشكلة ما في نفسه انا احنا بنحب بيتنا ونادينا النادي المصري شايف ازاي وراء المصري انا على المستوى الشخصي انا بحب حسن حسن جدا دربتهم حسن وبراهيم صحف مع اوتو فيستر اه دربتهم ودربت معهم هاني سعيد وخلت بيبه كتير وشرف لي ان انا دربتهم كانوا ازاي الاثنين الاسمين الكبيرين دول وهما جمل مصري وهما عاملين تاريخ كبير خلفهم كانوا ازاي كلعيبة وبيتعاملوا ازاي مع المدرب زي اوتو فيستر ومع حضرتك برضو اولا تحس ان هما بورس عادية دي نمرة واحد تحس ان هما بيحبوا النادي المصري وبيعشوعوا النادي المصري وعايزين يكسبوا ما بيحبوش الهزيمة ودي كلها اشياء ايجابية وكمان في التدريب التدريب زي وزي الماتش بالنسبة لحسن وبراهيم كان يخلص التدريب في النادي المصري وكل اللعبة تروح انا ببقى موجود انا مثلا اوتو فيستر اسأل مين اللي جوا لسه سمع صوت في القوضة بتاعت اللعب قالها حسن عسن جايب نصري قلب تلج وبيشتغل تدليك به تلج على كل جسمه وابراهيم نفس الكلام فناس بتحب شغلها وناس عايزة تنجح وناس عايزة تحافظ على اسمها اللي هي عملته بقالهم فترة في نادي الاهل وفي نادي الزمالك فانا بحييهم من خلالك وانا مش كاره لحد انا محب لكل الناس وانا ليحسن الكلام يعني وكأنه كلام بتاع كاتو ابراهيم اعتبرته يقصدك والله انا يا ابن منتا تسألني السؤال انا قلتلك ايه انا قلتلك واحد اتنين ثلاثة انا شايف الناس دي ناس محترمة ناس كويسة انا على المستوى الشخصي انا بحبهم ومحدش يختلف انا مشجع من الدرجة التالتة انا عارف كبير حسن لانهم لهم تاريخ كبير وتاريخ جميل احنا بنفخر ونسعد بيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة